وترقبوا جديدنا القارئ بصوت القارئ ناصر بن علي القطان وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة إلا حاجة في نفسي أحقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتعس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن الأية هالعير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواء الملك ولمن جاء به حل بعير وأنا به زعير